موسيقى أصدى الله وقاتكم أعزائي المشاهدين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من سواعد أمل هيئة إنسانية إغاثية طبية تقدم الخدمات للشعوب المتضررة من الأزمات برد النظر عن العرق والدين وتقدم البعثة الطبية السورية فيها خدمات كبيرة للسوريين في جنوب تركيا ولبنان والداخل السوري أطباء عبر القارات ستكون محور الحلقة لهذا الأسبوع من سواعد أمل من هي؟ متى بدأت؟ بالملف السوري أهم مشاريعها والعديد من الأسئلة أطرحها على ضيفي هنا في الستوديو الدكتور محمد زاهد المصري رئيس بعثة أطباء عبر القارات في سوريا أهلا ومرحبا بك دكتور زاهد أهلا وسهلا دكتور زاهد بداية أعطينا والمشاهدين من هي أطباء عبر القارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم أطباء عبر القارات انطلقت كمبادرة في سنة 2003 في مدينة الرياض مجموعة كبيرة من المتخصصين في التخصصات الطبية أطباء وغير الأطباء اجتمعوا على مبادرة إنسانية بهدف تشكيل مجموعة عمل تكون على شكل نوالي منظمة تعمل في المناطق المنكوبة في العالم كله اطورت المبادرة خلال سنوات وأصبحت منظمة مسجلة ضمن منظمات رابط العالم الإسلامي تحت ما يسمى بالهيئة العالمية لأطباء عبر القارات الطباء والفنيين المنضوين تحت المجموعة من مختلف البلدان العربية والإسلامية لكن الانطلاق كانت من مدينة الرياض في السعودية والآن توجد عدة جمعيات تسمى أطباء عبر القارات تتشارك بالرؤية والرسالة والأهداف في عدة دول ومن ضمنها الآن في تركيا هنا ما يسمى بالبعثة الإغاثية الطبية في سوريا متى مدأتم بالملف السوري؟ انطلقنا في 2012 في نشاطاتنا في الملف السوري بدأنا بنشاطات الحقيقة تستهدف فقط للاجئين في الأردن وفي جنوب تركيا وبعد دراسة الوضع بشكل استغرق عدة أشهر قررنا إدخال مشاريعنا إلى الداخل السوري فورا وأصبحت استراتيجية البعثة الإغاثية الطبية في سوريا وتقديم الخدمات داخل سوريا أولوية أولى ثم للاجئين كأولوية ثانية دكتور زاهد يتركز عمل المنظمة بشكل أساسي أين؟ حد آخر 2015 كان عندنا نشاطات في شمال سوريا ونشاطات في المناطق المحاصرة اضافة دعم اللاجئين في جنوب تركيا وفي عرسال في لبنان مناطق المحاصرة أين هي بالضبط؟ ريف حمص المحاصر الغوطة الشرقية المحاصرة وكذلك جنوب دمشق المحاصر كيف تدخلون إليها بتنسيق معلومة المتحدة؟ نضطر أن نستخدم الأساليب التي يستخدمها سكان المناطق لتمرير المساعدات وهي عادة للأسف تستدعي التعامل مع المحاصرين أحيانا مثل الرشاوة أو استخدام الأنفاق فرقنا داخل المناطق المحاصرة هي من السكان المحليين من الأطباء المحليين ومن الهيئات الطبية الموجودة داخل هذه المناطق ومن الجمعيات المحلية الموجودة داخل هذه المناطق دكتور زاهد تقدمون عديد من الخدمات للسوريين كما تكلمت سواء في دول اللجوء أو في الداخل السوري دعا نبدأ فيها واحدة واحدة أولا الرعاية الصحية الأولية الحقيقة الرعاية الصحية الأولية كما يعرف كلهم متخصصين بالشؤون الطبية وبالذات في حالات نقص الموارد هي أفضل طريقة لتقديم خدمات متساوية للمتضررين هذا ما يميز الرعاية الصحية الأولية انطلق مشروع الرعاية الصحية الأولية بأطباع عبدالقارات في نهاية 2013 كنا بنستهدف فيه أن نوسع العدد والجغرافية التي نستطيع أن نقدم فيها الخدمات ضمن نفس الميزانية والموارد المتوفرة ميزة الرعاية الصحية الأولية من الناحية الاستراتيجية تساعد في منع الأمراض وبالتالي الإنفاق على القطاع الصحي يصبح أكثر ترشيدا وبالنسبة للمواطن أيضا الذي يستهدف هذه الخدمة يعني يكون هو قد تجنب الإصابة بالمرض كم عدد المستفيدين من هذه الخدمات؟ عندنا عشرات الآلاف من المستفيدين من الرعاية الصحية الأولية حقيقة كان عندنا حتى نهاية 2015 سبع مراكز في الداخل السوري منها مركزين في مناطق محاصرة وخمس مناطق في المناطق الشمالية التي هي غير محاصرة بسبب إمكانية إدخال المعونات من الحدود التركية تقريبا نتوقع أن كل مركز صحي يخدم في الشهر بين 3000 و 4000 مواطن طبعا الخدمة ببلاش بدون أي مصاري كل خدمات أطباع بالقارات مبدئيا هي خدمات مجانية لا يتلقى أي أجر مقابلة ننتقل إلى برنامج لقاحات الأطفال كم عدد الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج والحملات التي قمتم بها؟ أطباع بالقارات كانت عضو مؤسس في ما يسمى بفريق مكافحة شلل الأطفال في سوريا وهو الفريق الذي كان يتكون من سبع منظمات منها أطباع بالقارات واستهدف مقاومة حالة الوباء التي بدأت تظهر في مناطق الشرقية في سوريا لشلل الأطفال في غياب أي خدمة فعالة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونسية في ذلك الوقت أو من وزارة الصحة في نظام السوري هذه المنظمات عملت مع بعض 12 حمل التطعيمات حتى مؤخرا ضد شلل الأطفال عدد الأطفال المطاعمين في كل حملة يتجاوز مليون و300 ألف طفل كذلك كان لأطباع بالقارات دور في إدخال اللقاحات للمرة الأولى لبعض المناطق ذات التعقيدات مثل منطقة كوباني يعني فريق أطباع بالقارات لقاح 36 ألف طفل ضد شلل الأطفال في كوباني في 2014 طعموا للمرة الأولى وحتى الآن الفريق هو ضمن ما يسمى الفريق السوري للتطعيمات والذي يضمن عدة منظمات حوالي 21 منظمة ونعمل معهم بشكل تكاملي في سبيل إيصال اللقاحات للأطفال السوريين طبعا بالتنسيق مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العنانية دكتور لديكم أيضا عيادة في مخيم سروجة في منطقة أورفا في تركيا ماذا تقدم للرعاية للسوريين هناك؟ نعم مخيم السروج الكبير في ولاية أورفا يضم حوالي 40 ألف لاجئ أغلبهم من منطقة كوباني يعين العرب والبعض منهم أيضا حاليا أتوا من الساحل السوري بعد الهاجمات الأخيرة الحقيقة الدولة التركية تقدم عن طريق الآفاد خدمات طبية جيدة داخل المخيمات لكن يوجد مشكلة كبيرة في التواصل بسبب الحاجز اللغوي وأحيانا أيضا بعض السكان يرغبون بتلقي الخدمة من الناس يعني يعتبروهم مثلا من منطقتهم لا يتقبلوا الخدمة من الجميع يعني الحقيقة التعاون مع الآفاد أنشأنا عيادة جيدة داخل مخيم سروج تقدم خدمات طب الأطفال والخدمة للصحة الإنجابية ثم اتطورنا لمرحلة الدعم النفسي والاجتماعي وكذلك السيطرة على الأمراض المزمنة نحن الآن نعمل داخل مخيم سروج بتنسيق كامل مع الآفاد وبدعم كامل من الآفاد ونقدم خدمة لما يمكن يعتباره مدينة صغيرة سكانها 40 ألف نسبة بالاتقال إلى عين تاب هناك أيضا عيادة الرعاية المتكاملة للأطفال ماذا قدمت هذه أيضا؟ برنامج الرعاية المتكاملة للأطفال هو برنامج عالمي أدخلته إلى المنظومة الطبية السورية اليونسيف بالتعاون مع أطباء بالقارات والبرنامج من أهم فوائده هو تقديم خدمة جيدة جدا بتكلفة محدودة جدا ويتجنب كذلك الكثير من المضاعفات التي تنتج عن سوء الممارسة من بعض الأطباء الأطفال أو الأطباء العامين الحقيقة بعدما بدأنا في برنامج إعداد الدلائل الجديدة التي تتوافق تماما مع احتياجات الأطفال السوريين وليس الدلائل العالمية يعني قمنا في البداية بتعديل الدلائل العالمية بحيث أصبحت تتوافق مع الواقع السوري ما هي الاحتياجات الأطفال السوريين دكتور؟ الأمراض التي يصاب بها الأطفال السوريين تختلف عن الأمراض التي يصاب بها الأطفال في مناطق الكوارث الأخرى وهذا لم يكن قد تم أخذه بعين الاعتبار من قبل اليونيسيف منظمة الصحة العالمية في السنوات السابقة استمر المشروع المبدئي وهو دراسة علمية عن طريق فريق متكامل من أخصائي الأطفال السوريين بالتنسيق مع اليونيسيف منظمة الصحة العالمية تمانت أشهر لإعداد الدلائل الجديدة الآن نطبق هذه الدلائل في عياداتنا في غازي عن تاب والمركز كذلك لا يكتفي فقط بتقديم الخدمة للأطفال هو مركز لتدريب الأطباء السوريين القادمين من داخل سوريا على نفس البرنامج بهدف إعادة تطبيق البرنامج في الداخل السوري وبالتالي العيادات تقدم خدمتين خدمة واحدة منهم خدمة الأطفال في عن تاب والخدمة الأخرى هي تدريب الأطباء القادمين من سوريا لتطبيق نفس البرنامج داخل سوريا طبعاً إحنا شركاء في المركز مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية هم يقدمون القطاع الخاص بالخدمة الصحة الإنجابية فقط بينما نقدم نحن خدمات الأطفال مشفى عزاز الوطني دكتور زاهد أنتم أعدتم ترميمه وعادة للعمل من جديد عندما قصفت فترة طويلة شوي ماذا عن كوادر المشفى في الداخل السوري؟ نعم الآن الكوادر إحنا أعدنا تقديم أو أعدنا ترتيب كافة المنظومة الصحية التي كانت يفترض أن تقدم من خلال مستشفى عزاز الوطني بعد تأهيله لكي يتم تقديمها من خلال منشآت بديلة في نفس المنطقة في منطقة تريف عزاز الآن أغلب الكوادر التي كانت منتسبة لمستشفى عزاز الوطني ليس الجميع لكن أغلبهم سينخرطوا في تقديم الخدمات نفسها لكن عن طريق منشآت بديلة في القرى المحيطة بعزاز وبطريقة يمكن تكون أكثر أمناً بالنسبة لهم وبالنسبة للمرضى التي سيراجعها هي المنشآت إن شاء الله تعالى ونحن نتأمل بإذن الله تعالى يعني تتحسن الأوضاع الأمنية ونعود مرة أخرى لإعادة تأهيل المبنى رغم نتعرض لثلاث هجمات يعني كانت يعني هناك في خلط بديلة دائماً في حلق صفى المشفى مثلاً هناك مشافي ميدانية تكون أكثر أمناً أو تكون بأماكن غير معلومة للطائران مثلاً تماماً الهدف دائماً هم المتضررين أن يستمروا تقديم الخدمة لهم نحن لا نتمسك بالمنشآة نفسها أو بالقشرة الخارجية والمظهر الخارجي للمنشآة فالهدف هو استمرار الخدمة للناس المحتاجين في تنرفعة أيضاً في وجد مركز لغسيل الكيلة هل ما زال يعمل حتى الآن؟ الحقيقة عندنا في تنرفعة كان مركزين واحد لغسيل الكيلة ومستشفى للنساء والأطفال المركزين تم إخلاؤهم الآن مركز غسيل الكيلة سيتم نقله أيضاً إلى إحدى القرى في الريف الشمالي إن شاء الله خلال أسبوعين سيعود إلى العمل مرة أخرى مستشفى النساء والأطفال نجهز له مكان آخر لأن السكان ترفعت نفسهم نزحوا لهذه المناطق وبالتالي هم ما زالوا في حاجة لنفس هذه الخدمة في النزوح الكبير الذي حصل مؤخراً إلى معبر باب السلامة هل كنتم موجودين هنا دكتور؟ طبعاً فرقنا كانت موجودة وأطباءنا ما زالوا هم في الداخل ما تغير شيء يعني كل ما عملناه هو تطبيق الخطة الأمنية الهدف منها المحافظة على حياة الطواقم والمرضى لكن لم نقول أي شيء من مكانه إلا بهدف تطبيق الخطة السيكوريتي للحفاظ على حياة الناس لكم تواجد فعال في الغطة الشرقية دكتور وفي جنوب دمشق أيضاً جنوب دمشق يعتبر المحاصر نوعاً ما ما هي أهم المراكز هناك؟ الحقيقة في جنوب دمشق نحن كنا لحد نهاية 2015 متعاقدين مع الهيئة الطبية بالشراكة مع منظمة زيد بن ثابت وقمنا بتمويله طوال سنة 2015 ومستشفى متخصص في النساء والأطفال وبعض التخصصات الجراحية هذا مساهمتنا فيما يخص المنطقة المحاصرة الجنوبية إضافة لذلك عندنا دعم أفق ينعتبره في منطقة ريف حمص المحاصر لقطاع كبير من المنشآت الطبية الموجودة لا نتبنى منشآة محددة لكننا ندعم طوال سنة 2014 و2015 كنا ندعم كافة النشاط الطبي داخل ريف حمص المحاصر للأسف نعتمد في عملية الدعم على تمرير المبالغ للداخل وبعض الطواقم في الداخل تدير العمليات اسمح لي أن نأخذ فاصل قصير دكتور ونعود لنكمل الحوار فاصل قصير عزائي المشاهدين إبقوا معنا أهلا بكم من جليل عزائي المشاهدين إلى القسم الثاني من سواعد أمل نرحب بك من جديد دكتور زاهد في ظل الثورة السورية الكثير من السوريين فقدوا بعض أطرافهم أطرافهم سواء كانت السفلية أو العلوية في أطباع برقارات أنتم تعملون على تركيب الأطراف الصناعية أو كما تسمى الذكية حدثنا عن هذا الموضوع قليلا مشروعنا في مدينة كلس يسمى بمشروع خطوة أمل يستهدف قطاعين الحقيقة يستهدف أولا المصابين السوريين اللي فقدوا أطرافهم وقمنا لحد الآن بتركيب أكثر من 1200 طرف صناعي من نهاية 2013 لحد الآن الحقيقة أطرافنا ليست أطراف ذكية ولكنها أطراف متطورة وتعتبر معيارية نقدم الأطراف السفلية والأطراف العلوية وهناك خدمات أخرى للمرضى اللي بعانوا من حالات شلل وبدون بدر للطرف نقدم لهم ما يسمى بالجبائر والتي تساعد على الحركة الهدف الثاني من المشروع هو تدريب الكوادر نحن لدينا برنامج دبلوم مدة 9 أشهر لتدريب الكوادر على فنية صناعة الأطراف الصناعية صناعة الأطراف نعم بحيث أنه ممكن في المستقبل ننتج مشاريع أخرى والكوادر تكون متوفرة لحد اليوم نحن خرجنا 15 شاب سوري شاب وشابة الحقيقة لأنه نحن نقبل من الجنسين وإن شاء الله سنقبل دفعة جديدة خلال سنة 2016 إن شاء الله تعالى هناك مشاريع مهمة قمتم بها أهمها برنامج أمل سوريا ما هو هذا البرنامج؟ برنامج أمل سوريا هو برنامج دعم نفسي واجتماعي يستهدف الأطفال الأيتام في المرحلة الأولى والأطفال بشكل عام سوريين الهدف هو تقديم خدمة الدعم النفس والاجتماعي من خلال أساليب مبتكرة ليست تقليدية وتكون أكثر فاعلية حقيقة يعني سخرنا ما يسمى بتقنية برمجة الروبوت برمجة الرجل الآلي كحصة تعليمية ترفيهية ضمن الدوام المدرسي الروتيني يتم من خلالها تدريب الأطفال على برمجة الروبوت وبنفس الوقت مراقبتهم من ناحية احتياجهم للدعم النفسي والاجتماعي المشروع في المرحلة الأولى سينتهي بعد شهرين في مدينة غازي عنتاب استهدفنا فيه في غازي عنتاب وفي مدينة كلس مدارس الأيتام الحقيقة الآثار كانت رائعة يعني النتائج جيدة جدا يعني بإذن الله تعالى ننوي نقل المشروع في 2016-2017 إلى الداخل السوري بعد أن بدأنا بتدريب بعض الشباب السوريين من الداخل على نفس التقنيات لكي يعودوا إلى داخل سوريا في المناطق المحررة ونطبق المشروع في المدارس في الداخل وهناك أيضا مشروع دكتور زاهد حقيقة أنا لقيته أنه نادر يمكن عندكم بس هو كفالة عوائل شهداء الكوادر الطبية الحقيقة انطلق المشروع في 2014 يعني كثير من كوادرنا وكوادر المنظمات الأخرى الإنسانية والطبية اتعرضوا الحقيقة لاعتداءات وانتهاكات واستشهد الكثير منهم كان عندنا نوع من الالتزام اتجاه زملائنا بأنه على الأقل نحافظ على كرامة العائلة بعد رحيل المعيل فكنا دائما ندفع مرتبات لعدد كبير من عوائل الشهداء هي مرتباتهم تكافئ مرتبهم في حالة استمرارهم في العمل لو كان يعمل طرف أطباع القارات الحقيقة احنا سمينا المشروع تيمنا باسم الشهيد دكتور حسام جارود وهو عضو لاجنة المشاريع في أطباع القارات واستشهد أثناء أداءه عمله في مدينة سراقب وكان عدد العوائل المكفولة ضمن المشروع 45 عائلة بين الطبيب وممرض في حوالي 5 محافظات سوريا جميل دكتور في حال حصرة حلب لا صمح الله شبه الحصار يلوح على المدينة هل جهزتم الكوادر في داخل المدينة؟ نعم نحن نستقنى مع مديرية صحة حلب ومع المجلس المحافظة ومع كل المنظمات المعنية بالعمل داخل حلب وحقيقة كان في مبادرات تنسيقية قوية جدا وجمع معلومات وتحليل بيانات أطباع القارات بالتنسيق مع المديرية أدخلت كميات كبيرة من الوقود ستسخر لخدمة المنشآت الطبية داخل المدينة في حالة تعرضها للحصار كذلك بالتنسيق مع اليونيسيف وبعض المنظمات الطبية الأخرى أدخلنا ما يسمى بمستلزمات علاج سوء التغذية عند الأطفال عنا الآن داخل المدينة ما يكفي لإدارة المنشآت الطبية فترة لا تتقل عن ستة أشهر من ناحية الوقود في حالة الحصار وما يكفي لعلاج ثلاثة آلاف طفل من حالة سوء التغذية الشديد لا سمح الله لو تعرضوا لذلك أو 12 ألف طفل من حالات سوء التغذية المتوسطة وبالتالي إحنا التزمنا بقطاعين فقط ضمن منظومة عمل كبيرة تشارك فيها مديرية الصحة وعدد كبير من منظمات الشركة كل حد استلام جزاء معين بشأن يكون عمل متكامل تماماً هو عمل متكامل حقيقة وكان مجهود كبير من الجميع ونشكر مديرية الصحة على تنسيق العمل الحقيقي دكتور أنتم من أكبر منظمات الطبية العاملة في الشأن السوري كيف تقيم لنا الوضع الطبي في الداخل السوري وهل هناك خطط لدى طباع من القارات لتحسين الوضع هناك؟ حقيقة الوضع الطبي الصحي بشكل عام متدهور لأنه لا يرتبط فقط بالخدمات الطبية وإنما بإصحاح البيئة كذلك وبصحة الأفراد يعني إذا كان الوضع التغذية في داخل سوريا ليس جيداً فنتوقع الأمراض ستكون أكثر مقاومة الناس أقل إذا مصادر المياه ملوثة نتوقع انتشار الأوبئة إذا الناس ليس لديهم مأوى كذلك نتوقع تدهور في أوضاهم الصحية إذا الناس نفسياً غير مؤهلين لتحمل الضغط اللي عليهم حسير مقاومة المؤراء بأقل إضافة لذلك أن الخدمات الطبية نفسها نحن الآن نحاول نغير الاستراتيجية كمنظمات طبية تحديداً وعندنا عدد من الشركاء المنظمات الطبية الكبرى وقعت على ما يسمى بميثاق الشرف والذي يقتضي إعادة بناء المنظومة الطبية في الداخل السوري من القاعدة واتجاه الأعلى وليس كما كنا نعمل سابقاً من الأعلى للأسفل يعني لن نستمر بعملية الإغاثة الطبية إلى الأبد وإنما نسعى على الأقل لأن يكون عندنا مسار موازي للتنوية داخل البلد ولتكريس الموارد داخل البلد هدفنا الحقيقة هو تنمية موارد زملائنا الموجودين في الداخل وبالتحديد المؤسسات وتحديداً مديريات الصحة والمكاتب الطبية المحلية بحيث أن تكون قادرة هي على إدارة الملف الطبي ونحن نكون الداعمين لها بدل أن نكون كما كنا خلال خمس سنوات الماضية نحن نقدم الخدمة للمواطنين والأجسام المحلية والمؤسسات المحلية كان دورها هامشي ولا تمتلك الإمكانيات لأنها تكون فعالة أكثر تنمية الكوادر هو فعلاً موضوع كثير يستحق أن الواحد يشتغل لأنه صار خمس سنين فالواحد يعتمد على الإغاثة بيصير موضوع شوي صعب دكتور أيضاً في ظل استهداف النظام وحلفائه للمركز الصحية والمشافي كان آخرها مشفى طباب الحدود في معادة النعمان هل عملتم أنتم في المنظمة لإيصال أو لتوثيق ما جرى وإيصاله للمنظمة الصحة العالمية أو مجلس الأمن؟ تماماً نحن الحقيقة على مستوى مدينة غازي عنتاب لإدارة عمل المنظمات في داخل سوريا عندنا مجموعة عمل صحية تسمى الكلستر ومن ضمن هذه المجموعة يوجد مجموعة الحماية وتقوم مجموعة الحماية بتوثيق كافة الانتهاكات وتصدر التقارير لكن يبدو أن التقارير تصدر بدون أي فائدة لأنه من ينتهك الحقيقة يعني من ينفذ هذه الانتهاكات النظام السوري مدعوم بروسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن الحقيقة كان عندنا وقفة في جنيف قبل شهرين تقريباً أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف حماية المستشفيات والكوادر الطبية السورية شاركت في الوقفة عدد كبير من المنظمات السورية والمنظمات الدولية كان عندنا وقفة أخرى في باريس قبل شهر وقابلنا فيها وزارة الخارجية في فرنسا وطلبنا منهم حماية الكادر الطبي والمنشآت الطبية والخدمات الإنسانية بشكل عام والمدنيين بشكل عام في سوريا طبعاً هي كلها مبادرات من باب المناصرة لكن ليس لدينا أكثر من المناصرة التي نقومها أكيد دكتور ماذا عن الشراكة مع المنظمات الطبية الأخرى العاملة في سوريا؟ الحقيقة الآن نحن نتشارك على عدة محاور مثلاً أطباع القارات هي عضو بما يسمى بالـ SNA اللي هو تحالف المنظمات السورية الغير حكومية واللي يضم 17 مؤسسة وأطباع عبر القارات هي عضو مؤسس فيه عن طريق بعثتها الطبية في سوريا كذلك نحن شركاء في فريق اللقاح كذلك نحن شركاء في ما يسمى بمجموعة ميثاق الشرف حقيقة أصبحنا في نهاية 2015 وبداية 2016 نقدر تماماً دور الشركاء أكثر من بداية عملنا في سوريا وأصبحنا نشعر أنه لا يتعارض أبداً مع مصلحتنا أن يكون لدينا شركاء أقوية وإنما هو بالعكس هو تكامل لدورنا والآن نحن نعتبر أنه دورنا في 2016 والسراتيجيتنا نحن وزملا أنه في 2016 هو تكريس الشراكات لصالح المتضررين في سوريا والتخفيف من التنافسية والتخفيف من التركيز على المؤسسة نفسها أنا وأنا وأنا شكراً جزيلاً لك نتمنى لكم كل التوفيق دكتور زاهد في العمل وإن شاء الله تحسن الأوضاع عما قريب شكراً جزيلاً لسواعد أمل وقناة حالة اليوم إلى هنا عزائي المشاهدين تنتهي الحلقة لهذا الأسبوع على أمل أن تلتقي سواعدنا يوماً ما هذه تحية مني أنا أحمد دمتم بخير واللقاء اشتركوا في القناة